ما نشير به إلى الثقة في جهاز الرقابة الإدارية أنتوا فاكرين لما تم الأبض على جمال عب عظيم اللي هو كان رئيس مصلحة الجمارك السابق وطلعت كده يعني إيه إنه الراجل لأ بريء الراجل تاريخه ناصع الراجل ما يعملش كده لو فسد كان فسد مش عارف إيه وبسطات تحمل شهادات وناس تشير وناس تقول وإحنا من اللحظة الأولى كنا واثقين في إجراءات القضية النهاردة الفجر طلع قرار ضابط وإحضار لاتنين مقدم في مباحث مكافحة تهرب الضريبي ورائد في المباحث في أحد أقسام الشرطة ببورسعيد ضابط وإحضار يجلل قابل إدارية تحركوا أبضوا عليهم لأنه المستخلص الجمركي المحتجز على زمة قضية رشوة الجمارك الكبرى أدل بمعلومات تقول إنه هؤلاء أو يعني الضابطين دول المقدم والرائد متورطين في قضية الرشوة مع جمال عبد العظيم هنا المسألة إيه؟ أولا إنه لا أحد فوق القانون خالص يعني أي حد بيثبت أو بالتهمات بتتجه نحيته بيضبط ويتم التحقيق معاه ما نقولش الأسماء لأنه التحقيقات لا تزال سارية لكن ده نوع من التأكيد على إيه؟ على إنه إحنا عندنا جهاز صعب التشكيك فيه ما ينفعش التشكيك فيه لأنه بيعمل تبقى ليه قواعد واضحة جدا وأنا قلت أياما قلت يا جماعة جهاز القابل الإدارية مش نادرة تقريبا لا توجد قضية واحدة قدمها ليه أنيابة إلا والناس خدت أحكام لأنه الناس متورطين عنده يعني كل الأضايا خدت أحكام فيش حد يطلع براءة يعني لأنه بيقدموا وسائق وبيقدموا تسجيلات بيعملوا شغلهم كويس فكل يوم بيتأكد لنا أنه هذه القضية ما تردد عن هذا الرجل لم يكن صحيح الناس اللي قالك لأ ده بريء وقالك لأ ده عمره ممد إيده لا ده فيه ناس كبار في البلد عايزين يزيحوه لأنه بيحارب الفساد أهلا نعرفهم أنه فيه ناس كبار في البلد بتحارب الفساد لكن فيك ناس كبار في البلد بتزيح واحد عشان بيحارب الفساد يعني صعبة شوي على الأقل الآن صعبة شوي فهذا الخبر اليوم زي ما قلت لحضراتكم يعني رد واضح جدا على كل من حاولوا النايل من الرقابة الإدارية وكل من شككوا فيه إجراءات هذه القضية لها قضية رشوة رئيس مصلحة الجمالي ترجمة نانسي قنقر